لا شك أن النوايا التي تصل إلى الإعلام هي لا تعبر عن النوايا الحقيقية لا سيما أننا لا نتحدث عن اشتباك بين حماس وبين إسرائيل بقدر ما نتحدث في غاطس الأحداث عن صراع لمحاور جديدة تتشكل روسيا، الصين، كوريا الشمالية وإيران لها رؤى وتوجهات تتناقض بشكل كامل مع الولايات المتحدة وحلفائها وبالتالي تحولت منطقة الشرق الأوسط كما كانت توصف بأنها مثلث الأزمات إلى مربع الأزمات بعد دخول سوريا والعراق وظهور داعش تحولت إلى مربع أزمات بات يشي إلى أن معادلة الصراع وإن عدت بأدوات وفواعي المحلية ولكنها صراع إرادات دولية والسبب المباشر هو معادلة الطاقة وما حصل في أوكرانيا قد حرك الساكن يعني كانت استحضارات المعركة بين القطبين تتهية ولكن الذي حرك الساكن أوكرانيا وانتقال الأزمة شرق أوسطيا لإيجاد ما يطلق عليه بالخوانق في مصادر الطاقة وسلاسل النقل البحري ولو تلاحظ الأدوار واضحة جدا أنه أوروبا والولايات المتحدة من جهة ترغب في إيجاد ممار بديل عن أوكرانيا للغاز جعلت إسرائيل هي بوابة الشرق الأوسط للغاز الطبيعي تجاه أوروبا التي تعتمد بشكل مباشر على مصادر الطاقة على الغاز بالتحديد وأيضا روسيا وإيران والصين في الظل كوريا الشمالية في الظل بدأت ترفع من منسوب القتال لذلك لا نستطيع أن نتحدث عن الغزة غزة تقاتل فيها حماس أسلوب حرب الأنفاق وحرب الأنفاق يأتي رديف لحرب العصابات هي بالأساس حرب العصابات تعد من الحروب المعقدة جدا لأنها حرب مدم وحرب جبهات داخلية وفي الجبهات الداخلية يجري تغيير قواعد الاشتباك ولكن طبعا إسرائيل لم تلتزم بقواعد الاشتباك قواعد الاشتباك التي يفترض أن لا يكون سقوط ضحايا مدنيين لا يكون تدمير بنا تحتية ولا يكون خلق معاناة وهلع للسكان المحليين كل هذه القواعد خرقت في غزة ولكن المفارقة الغريبة أن القتال هو ليس قتال تحت فوق سطح الأرض هو قتال تحت الأرض ولذلك عدت العدة حماس لأن تكون عبر حرب الأنفاق تديم زخم المعركة أملا في أن النفس القصير لإسرائيل في مسألة الحروب الخاطفة يحضر في الميدان وما كان أحد يتوقع أن إسرائيل ستقاتل لمدة عام كامل في حرب عصابات وحرب استنزاف وتستخدم هذه الوسائل والأساليب إلا إذا كانت هي واجهة وأدات لتحالف كبير جدا يعززها بالقدرات القتالية بل أبعد من ذلك حتى على مستوى القوات الموارد البشرية هي أيضا تعزز ببقاتلين فإذا نحن ما معادلة بالحقيقة صراع دولي بأدوات قليمية اشتركوا في القناة